اشتركوا في القناة تكون بداية موافقة عام دراسي سعيد واحنا بنستهل بقى الحلقة بتاعتنا بسؤال للمراجعة عما سبق دراسته وهو الدرس التمهيدي هنتكلم على كيف او ما هي الافادة التي استفدها الانسان والدول من الجغرافية السياسية او ماذا استفدنا من دراسة الجغرافية السياسية ما هي اهمية الجغرافية السياسية وهيصغل لنا السؤال ده دكتور اشرف في سؤال كده من صنع ان شاء الله رول بنهنق ابنانا طلاب داية اللي عمل دراسي جديد ونهنق اولية الامور وان شاء الله كل سنة سعيدة علينا كلنا ان شاء الله ان شاء الله بالنسبة لسؤال الاهداف تحديدا لحرجاتك تقصده هو يمكن كان في زمان نزل دليل تقويم وكان في سؤال وحتى الطلب نفسهم كان يقود يقولك احنا ما اخدناش ايه اهميتها بالنسبة لرجال الاعمال ايه اهميتها بالنسبة للعسكريين ايه اهميتها بالنسبة للحكام في سؤال كده ما اهمية الجغرافية السياسية نكلم من مجايب اه رجال الاعمال اه جايب كمان الحكام نجايب السياسيين بشكل عام نجايب كمان معهم العسكريين اه هل نطلع انا اطلع الاجابة دي منين هنطلعها منين دي واسد احمد الاجابة دي اه الاجابة دي ممكن تيجي من الاهداف تيجي من اهداف الجغرافية الايه السياسية السياسية تمام تمام كده ايه بقى اهداف الجغرافية السياسية ما احنا عارفين ان اهداف الجغرافية السياسية هنلاقي اول حاجة هي بتدرس المقومات الطبيعية وايه تاني? والبشرية. والبشرية. للوحدات السياسية. للوحدات الايه? السياسية. تمام. ما هده كل ده يستفيد من مزبوطة لا. مزبوط تمام. كمان بتحدد نواحي القوة والايه? والضعفة في الدولة. برضو تسفيد كل ده. تسفيد منها كل الحكام سياسيين عسكريين. تمام. دقيقات القوة والضعفة هتعتمد ان انت بتحددها على الموارد الطبيعية والموارد مين? البشرية. مما يحصل للاعمال. نعم. تمام. كمان هي بتحلل التجمعات العالمية والاقليمية. هيستفيد منه كل دول. كل دول. تمام. من التجمعات العالمية لامم المتحدة والاقليمية. جامعة الدول العربية. وفي تجمعات اقتصادية زي الاتحاد الاوروبي. تمام. ودول المجلس التاع والدول الخليجي العرب. والكوميس. والكوميس. عندك كمان بتوفر بيانات ومعلومات لمتخذي القرار السياسي والعسكري. تمام. هنا ده خاص بالسياسيين والعسكريين. تمام. تمام. كمان هتقدر من خلال الجغرافية السياسية تستطيع حل العديد من المشكلات. لان هي بالفعل سهمت في العديد من المشكلات. في حل العديد من المشكلات زي مشلت رسم الحدود في اوروبا في الحرب العالمية الاولى والتانية. ما بعد الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية. كالجغرافيين دور في رسم الحدود في قرطة اوروبا. تمام. ويمكن حاليتك عارف ان هم ما ياخدوا بعد كده. ان تم الترسيم تم ترسيم الحدود في وسط اوروبا تحديدا على اساس اللغة. وكمان اه في الدفاع عن حق مصر في قضية ايه? في قضية طابة. اه كل دي تعتبر جوانب ايجابية له الجغرافية السياسية. كل دي تعتبر دروس اه مستفادة من الجغرافية الايه اه السياسية. اذا الكلام ده كله يقدر استفيد منه كل الناس اللي موجودة عندك دية. اذا ما تتخضش من شكل مين السؤال. شو بداية السؤال بيقول لك ايه? ايه 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 اهمية مين? اهمية الجغرافية. ركز بقى هنا بقى يبقى انت بتركز في اهمية الجغرافية الايه اه السياسية. ولذلك انت ممكن تصيغ الاجابة بفهمك. تمام. يعني على حسب ما فهمت ان انت ان الطالب يصيغ ما تعلمه. بايه? بفهمه. وهو ده اللي عايزة الوزارة. تمام. يعني ما يجيب لكش سؤال مباشر. دايريكت. يقيس مالية التذكر والحفظ. لان الحفظ عبارة عن استرجاعهم. يعني ما يجيش وك اذكر اهداف الجغرافية لا لا لا. خلاص انسى القصة دي اه. تمام. اه. لكن اه يجيلك مسلا ايه ماذا استفادت كذا. اه. اه. مسلا حدد الاسر الناتج عن كذا. اذا لم يستخدم السياسيين او يعتقدوا على الجغرافية السياسية. نعم. اه. ماذا يحدث اذا. اه. 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 لم يستفيد كل من مسلا الحكام او السياسيين. تمام. بمثلا بايه? بالجغرافية السياسية او بدراسة عالم الجغرافية. او بمعلومات وبيانات تساعدهم على دعم. بتنفي كل الكلام دا. تمام. نعم. تمام. اه. من وجهة نظرك اه. اه. ماذا استفادت مثلا السياسيين من علم الجغرافية السياسية. اعتقد ان الطالب يقدر يعبر من وجهة ايه نظره. هنا هيكون درس منهك كله. فممكن الطالب يقول لك احنا درسنا الاحلاف العسكرية. ودرسنا التكتلات اللي هي يمين الاقتصادية. ودرسنا تجمعات عالمية زي الاهم المتحدة. وتجمعات اللي هي اللي هي اللي هي الاقليمية. ودرسنا نظام عالمي. فكل ده بيستفيد منه الحكام والسياسيين والعسكرين. لان هي اه. مادة اه. يمكن هدفها هو اه. اه. عملية اه. 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 ا وبماذا خرج الاستفادة من البيارات الساسية لكل هذه الفات وبالنسبة للطلب عموما بالنسبة للمجتمع كمان والدولة نفسها. مازم. طيب اه احنا كده بندخل في اه المنهج وحدته الاولى. نعم. الوحدة الاولى وهي اللي بتحدث عن الدولة. الوحدة الاولى دي يعني اه تقريبا اه ليها يعني موضوعات كتيرة ودروس كتيرة. نصيب الوحدة دي ايه? من اه يعني امتحان او افكار امتحان اخر العام. وبرضو الدرس التمهيدي نصيبه ايه? يعني في بعض الطلبة بتسأل هل الدرس التمهيدي هيأتي في امتحان اخر العام? بما انه كلمة تمهيدي بالنسبة له يعني مقدمة هل سيأتي هذا في الامتحان? طبعا هو مدام درس اه اه ليس محدد للكراءة فقط اه هو موجود درس في المنهج. فعليه درجات طبعا اخر اللي ايه? اخر العام. تمام. يمكن ابناءنا الطلبة اللي كانوا في السنوات السابقة ومعروف ان في جزء الاول في الدرس التمهيدي اه بتيجي عليه اسئلة كتيرة هو وجزء التاني منه. يعني بيبقى حتى الاسئلة بتيجي في شكل متنوع. اما مصطلح اما بيجيب لك عالم العلماء. اما اثار التكنيات في علم مين? الجرافة السياسية. ولو رجعنا الامتحانات السابقة هنجي كسير من الاسئلة في هذا الجزء. يعني اه من خلال اطلاع على امتحان السنة اه السنة السابقة دي اه يعني حصرت تقريبا نحو اربع درجات تقريبا. تقريبية. تقريبية. نعم. لهذا الدرس يعني. نعم. تمام. نعم. طيب. النسبة للوحدة الاولى اه الوحدة الاولى كبيرة وضخمة. نعم. بتتكلم اه هذه الوحدة عن الدولة ومقاوماتها الطبيعية والبشرية. واو. بيكلم في اخر درس فيها عن اه النظام السياسي والانتخابات. تمام. نعم. طيب. اه نبدأ اه بقى حضرتك الوحدة دي ونخدها بقى درس درس كده برضو. بطريقة الجميلة اللي حضرتك بتقدمها على هيئة سؤال واجابة. الله يكرم. اه بنبدأ الاول بالدولة. تمام. اه نخلي بنا من حتة المقدمة وهو بيقوله ايه في المقدمة سيد احمد بيقوله اهم محور لدراسة الجغرافية السياسية او اهم المحاور اللي بتهتم بيها الجغرافية مين السياسية هي الايه? الدولة. الدولة. يبقى اين محور الاساسي? الدولة. اه في الدراسة بالنسبة للجغرافية السياسية هو مين? الدولة. الدولة. ازا يرى البعض زي ما بيقوله ان اساس دراسة الجغرافية السياسية هي الدولة. نعم. تمام. ازا هنا هيبدأ هنا يتكلم في الدرس ده مين? الدولة. الدولة. هيبدأ الاول بتعرفها. ونبدأ نركز في التعريف لانه ممكن نستنتج منه حاجات تانية كتير اول حاجة الدولة هي عبارة عن وحدة ايه مساحية وحدة سياسية الوحدة السياسية دي تشغل رقعة من سطح الارض اهي واحدة سياسية اهي تشغل رقعة من سطح الارض تمام فاضية ولا فيها سكان اللي يعيش عليها سكان يبقى هنا كده يعيش عليها سكان دائمين مع نفسهم ولا بتحكمهم سلطة بتحكمهم سلطة يبقى هنا بتحكمهم ايه السلطة السلطة دي بتعمل ايه بتدير شؤونهم الداخلية والايه والخارجية يبقى ايه اهمية السلطة هنا تدير الشؤون الداخلية والخارجية ده كده مفهوم مين الدول يبقى عبارة عن ايه الاول واحدة سياسية واحدة سياسية تشغل مساحة من سطح الارض بيعيش عليها سكان دائمين السكان دول بتحكمهم ايه سلطة تدير شؤونهم الداخلية والايه والخارجية ده مفهوم الايه بسيط مفهوم بسيط جدا وسهل خالص اه يمكن الطالب لو تخيلوا عوارة عن وحدة مساحة والمساحة دي نتعرف بيبقى ديها دايما ايه دلوقتي حدود حدود ملطرف ده اه عايش عليها اه بشر سكان ولازم تحكمهم ايه سلطة السلطة دي اهميتها ايه تدير الشؤون الايه الداخلية لسكان والشؤون اللي هي الايه الخارجية تمام يعني ارض عليها سكان تحكمهم سلطة تمام استنتج من مفهوم الدولة اركانها الاساسية تمام اه يعني الاركان هي مذكورة من ضمن التعريف نعم اول حاجة ايه طيب اول حاجة نستنتجها من التعريف ايه ارض اهو ارض تاني حاجة سكان سكان تالت حاجة سلطة سلطة يبقى تقدر من خلال التعريف اللي موجود تقدر تستنتج اركان مين? اركان الدولة يبقى اركان الدولة هنا لو احنا هنكتبها لوحدة ايه هي اركان الدولة تتميز الدولة بعدة اركان ارض اول حاجة ارض ودي المساحة اللي بيبارس عليها الانسان نشاطه تمام تاني حاجة سكان سكان اساس الدولة وسبب نهضتها تلاتة السلطة السلطة تديرش اون البلاد وتوفر الامن والامان وغيرها نعم تمام وانا الدولة بيكون لها طبعا ليها السيادة السلطة انا يعني ليها يكون ايه ليها السيادة تقدر تفرض قوانينها على كل شخص داخل ايه داخل حدودها الدولة اللي هي الايه الاساسية بتوفرك الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية خلاص هو كلام مصبوط تمام مدام اه مدام علميا صحة خلاص نعم تمام ده بالنسبة للأهمية لكن مثلا ماذا يحدث اذا لم يحتوي مكان ما على سلطة مثلا او جماعة اذا وجد جماعة من البشر يعيشون على قطعة من الايه من الارض ولا تحكمهم ايه سلطة ممكن انتشر الفوضة يبقى هنا تبقى في فوضة في المجتمع ولا تظهر الدولة بمفهومها اللي هو الايه المعروف لان السلطة ركن اساسي من اركام من الدولة نعم حتى في المجتمعات زبنا يا سيد احمد يمكن كنت تلاقي ان في ضابط للمجتمع ضابط للمجتمع يعني ايه هتلاقي شيخ القبيلة اه هو اللي بيحكم تلاقي الناس بترجع له اه ده كان يمثل السلطة في تلك الايه في تلك الفترة المجتمعات البسيطة نعم في المجتمعات البسيطة وحتى المركبة دلوقتي ليها السلطة نعم مزبوط تمام طيب بالنسبة للدولة كده التعريف بالنسبة لنا اصبح واضح نعم وفي خطابات العديد من السياسيين يقول ابناء الدولة ايها الدولة وهناك بعض السياسيين يخطبون في الشعوب ايها الامة نعم فما الفرق ما بين الخطابين الدولة والامة نعم اه بس اعزة اه يعني بمنزل محددك قلت كثير من السياسيين او الحكام كان دايما يسكو اللفظ الامة كان طبعا اه زعيم الراحل رئيس اه جمال عبد الناصر اه كان دايما يسكو اللفظ او مفهوم الايه مفهوم الامة يقولك الامة العربية لانه كان بينادي بالايه اه بالقاومية اه العربية زاد ان كان ليه شخصية عالمية نعم هو كان من السوريين اللي على مستوى خريطة العالم كلها محروفين يعني نعم فييجي مثلا مفهوم مين مفهوم الامة ايه المقصود بالامة يعني اكيده ما بيختلف هنا اللفظ ده ممكن يعني اه لا يطلق على ارض اه يبقى هيطلق على ايه جماعة تمام من البشر يبقى خلاص كده يبقى الطالب عارف ان الدولة الدولة المدخل داعها ايه سياسية تمن الامة المدخل بتاعها ايه? جماعة من مين? جماعة من البشر. تمام. جماعة من البشر غالبا لهم اصل عرقي واحد. تمام. غالبا لهم اصل عرقي مين? واحد. اصل عرقي واحد هنا يعني ممكن نقول من غالبا من سلالة ايه? سلالة واحدة تماما. طيب يعيشون على رقعة من الارض. لفترة زمانية طويلة. بيعيشوا على رقعة من الارض لفترة زمانية ايه? طويلة. طويلة. يبقى خط في البداية انه اما جماعة من البشر لهم غالبا اصل عرقي واحد بيعيشوا على رقعة من الارض. تمام. لفترة زمانية طويلة. طيب ايه اللي بيربطهم? وهو لازم يبقى فيه رابط يربط لازي الجماعة. فابناءنا الطلاب لو ركزوا شوية. هيعرف انه هو الامة لازم تبقى يا اما لها يا اما دين يا اما اعداد وتقاليد تاريخ مشترك تراث الى اخره. يبقى هنا بتربطهم روابط مشتركة. روابط مشتركة. ايه الروابط المشتركة دي? ممكن تكون اللغة. ممكن يكون الدين. ممكن يكون العادات. التقاليد. تاريخ مشترك الى اخره. من الحاجات اللي هي ممكن ايه? تربط مين? تربط الامة بعضها. تمام. يبقى الامة عبارة عن? جماعة من البشر. جاليبا. اه ليهم اصل. عرق واحد. عرق واحد. بيعيشوا على. ساحة من الارض. لفترة زمانية. طويلة. طويلة. بتربطهم روابط مشتركة. لغة ودين وعدات وتقاليد وتاريخ مشتركة. تمام. طيب هل هناك امثلة لهذه الامم على خريطة العالم? نعم. الامة حممكن نقول الامة العربية. تمام. دي ممثلة في اتنين وعشرين دولة. نعم. ممكن نقول الامة الاسلامية. ممكن تقول مثلا الامة المسيحية مثلا. تمام. يبقى تشوف كل دول ما هي دي شعوب بتجمعهم روابط ايه? مشتركة. روابط مشتركة. ازا هنا اه لو رجعنا للمفهومين الدولة والامة. نقدر نستخلص الفرق اما باللي اتنين. اه طبعا. يعني احنا عايزين نفرق اما باللي اتنين. تمام. وقادي تعريف الدولة. ههو الامنانة الطلاب. ده تعريف الدولة. ويوجد تعريف الامة اللي احنا قلنا اه. ايه الجزء اللي موجود في الدولة مش موجود في الامة. في لفظ موجود في الدولة غير موجود في الامة. يعني كلمة اه من الكلام اللي حضرتك عمل ايه دواير ناجد كلمة السلطة. نعم يبقى اهي هعمل لك عليها دايرة اهي اهي. تمام. كلمة السلطة ليست. يبقى كده الدولة الدولة تتطلب مين? سلطة. طيب هل الكلام ده موجود في الامة? ادي مفهوم الامة. ليس بها سلطة. ارجع كده للتعريف متلاقش كلمة سلطة موجودة فيه. تمام. يبقى ادي اول ايه? اول فرق. تمام. الطالب استخلصوا من ايه من التعريف نارسل. التعريف. ايه بقى اللي موجود في الامة? مش موجود في الدولة. اه كلمة الروابط المشتركة. صح. ادي الروابط المشتركة هي تربطهم روابط مشتركة. لغة دين عداد تقاليد كده. تعال نشوف هنا كده. ادي الدولة ايه? مفيش فيها كلمة روابط مين? مشترك. مشترك. ده ممكن دولة تتعدد بها مين اللغات? تتعدد بها الاديان. اوكي? الى اخره. فازن هنا زي مسلا دولة متعددة اللغات زي مين يا سيد احمد? عندنا في اللغات سويسرا. سويسرا فيها كم لغة? اربع ايه? اربع لغات. اربع لغات. تمام. يبقى انا هنا لو قلت خلينا نصيغي سؤال بطريقة كده? لخليه شبه واختلاف. اه ما اوجه الايه? الشبه والاختلاف بين مفهوم الدولة والامة. ايه الشبه والاختلاف? نمسك الاول الشبه. كلا هما يتكون من او يحتاج الى ادي الامة هتلاقي في جماعة من البشر صح? تمام يعني السكان. وهتلاقي رقع من مين? من الارض. الارض. تعال اشوف الدولة اهي. ارض. وهذه السكان. ارض وبشر يعني سكان. يبقى مكون واحد. يبقى هنا المكون بتاعها شيء ايه? شيء واحد. هو الشبكة لو ما يحتاج المين? الارض? الارض وشعب. ويهي تاني? وشعب. او سكان. طب ايه واجه الاختلاف? انا خلاص قلت الشابة انا عايز واجه مين? الاختلاف. تمام. الدولة تتطلب اللي احنا قلناه في الاول. سلطة. سلطة. وده ركن اساسي من اركام مين? الدولة. الدولة. لكن الامة. لا تتطلب. لا تتطلب. سلطة. تمام. يبقى هنا السلطة ركنة اساسي لا هنا مش موجودة. بقى اقول لك مين بيحكم الامة العربية? ده اهمة اتنين وعشرين دولة باتنين وعشرين حاكم مسلا. هنا مفيش حاكم لمين كبير او في سلطة تقدر تجمع الامة. طيب هنا قد تتعدد. اللغات داخل مين? داخل الدولة. لكن هنا لازم ايه? لازم ايه? لغة واحدة. لغة واحدة. وحضرتك اعطتنا مسأل على الدولة. وقلت ان في دولة تتعدد فيها اللغات وهي مين? سويسرا. فيها اربع لغات. فيها قلنا زي الامة مين? العربية. تعالى بقى الطالب يقول لك هو فين سويسرا على الخريطة? يبقى احنا قدمنا خريطة اوروبا. هادي خريطة اوروبا اهي تقدر نطلع منها سويسرا. فين سويسرا? انت عارف ان سويسرا دي قريبة جدا من فرنسا. تمام. وشمال ايطاليا. على الحدود. شرق فرنسا وشمال مين? ايطاليا. وشمال ايطاليا. تعالى كده في وسط الجزء الشرقي بفرنسا. تلاقي مين? سويسرا. اللي هو اغدى اللون الاخضر اللي احنا شايفينه. واضح. وشمال دولة مين? ايطاليا. لان على خريطة العالم ما تبنش قوي يا بستاذ احمد على كده. ده بتبقى صغيرة جدا لان هي فعلا دولة صغيرة اللي ايه? صغيرة المساحة. نعم. 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 ودي دولة بتتعدد فيها مين? اللواية. اللواية. هي هتقرر معانا تاني في المنهج? هتقرر اكيد. اه تقرر امتى? اما نقول دولة تحولت من ايه? من كون فدرالية? الى فدرالية. الى فدرالية. وهتقرر تاني اللي ايه هتقرر تاني? دولة حبيس. وتقرر رابع تقرر رابع. اما يقول لك ان هي دولة بيسودها اللي هي مين المرتفعة? المرتفعة. او المناطق الجبلية. تمام دولة جبلية نعم اذا هنا سويسرا يبقى الطالب لازم بعارف يا مكانها فين على الخريطة ضروري نعم صح اوكي وبرضو من الدولة من الدول اللي موجودة في الخريطة دي ولازم يعرفها فرنسا فرنسا اه فرنسا تقرر معها كتير او هنشوفها طيب على الخريطة نعم ادي فرنسا اهيا تمام هتقرر مع ابناءنا طلاب كتير جدا يعني احنا مثلا اه هناخدها من حيث اه الشكل تمام شكلها منتظم او ما نجي نتكلم عن الشكل مزبوط هناخدها نموذج للدولة الوحدوية النهاردة هو ما نجي نتكلم عن الدولة الوحدوية وناخد النموذج المسالي نعم في الموقع نجد انها تطلع على مسطحات مائية من جانبين من جانبين لطلع على مسطحين مائيين مزبوط وهتاخدها في نظام الانتخابات دولة نظامها شبه ايه شبه رئاس نعم ازا هتكرر معنا دول فلازم تطالب كده من البداية يبقى حاطط الخريطة قدامه نركز اه ويعرف الدولة فين? مش عشان المنهج. عشانك انت كطالب انت تبقى عارف المكان ده فين? تمام. يعني سيبك من تدريس المنهج او المقرر بتاعك كمقرر. لا. انت لازم تبقى عارف المكان ده فين. ما انت ممكن تمسك منصب معين او وظيفة معينة. اه تبقى عارف او هتسافر في وقت معين كتب لك السفر في وقت معين. تبقى عارف حتى المكان اللي انت هسافر له ده. شكله ايه? الشكل بتاعه ايه? ايه الحصائص بتاعته? الى اخر. تمام. نعم. تمام. يبقى احنا كده اتحدثنا عن الدولة والامة والفرق بينهما. نعم. واخدنا يعني مقارنة جميلة جدا ووضحت وجه الشبه ووجه الاختلاف بين الدولة والامة. نعم. اه نعود مرة اخرى الى اه الدول. ونتحدث عن الدول. خريطة العالم السلسية تحتوي على العديد من الظاهرات ومن اهمها الدول. نعم. هذه الدول لا تتشابه هذه الدول من حيثه الشكل او شكل نظام الحكم فيها. نعم. من حيث النظام السياسي والاداري تختلف. نعم. ام تتشابه يعني التساؤل هل تتشابه هذه الدول من حيث نظام الحكم? ام تتشابه اه ام تختلف هذه الدول? عايزين نعرف مع حضرتك اشكال الدول ايه لو هي تختلف? هو لو حتى الطالب اه بيتابع النشرة هيقول لك مثلا ايه? ملك الاردن مسر. تمام. اه رئيس مسلا اه جمهورية مصر العربية. تمام. ده نظم حكم. يبقى بتعرف ان في نظام ملكي. وفي نظام ايه? اه جمهور. مسلا ملك المملكة العربية السعودية. تمام. اه مسلا رئيس اه مسلا الانتخابات الرئاسية في تونس. مسلا. تمام. فتلاقي هنا ايه? ده رئيس. رئيس. تفاهمني? رئيس المزارة. اه ده نظم مختلفة. ده هنا نظم ايه? مختلفة. تلاقي مسلا ايه? حضرة ولي عهد المملكة العربية السعودية. الامير محمد مسلا. اه ولي العهد. فهنا تلاقي مسلا ايه? ده وهنا حضرة رئيس الوزراء. اه انت فاهمني? تلاقي المسميات هنا مختلفة. فلازم الطالب يدرك ليست الدول متشابهة. ليست كل الدول متشابهة. من حيث الايه? الشكل. شكل نظام الايه? حكم. او النظام السياسي والادادة. تبعا. انا ما اتكلم عن نظام حكم او الملكي وايه? ومهوري مسلا. تعال بقى نشوف النظم السياسية والاجارية يقسموها لتلاتة. على الجانب العاوية. يقسموها لاتنين يعني لاتنين في الاول. في الاول يقول لك دولة واحدوية. واحدوية. ودولة مركبة. اتحادية. او اتحادية. يبقى هنا اما اجي اقسم تقسيم الدول. ده هنقول من حيث النظام السياسي والاداري. احسن. تقسيم الدول. تمام. من حيث النظام السياسي والاداري. لان هناك تقسيمات اخرى مسلا. صح? اه. انا انا اقسم الدول من حيث النظام السياسي والاداري. مجموعتين كبير. مجموعتين. مركزة ايه? ودول ايه? اتحادية. دول اتحادية. اللي احنا بنقول عليها ايه? مركبة. مركبة. ونجي عند المركبة دي هلقاء بتتقسم دي اتنين. فيدرالية. تمام. وكون فيدرالية. اذا هنا يقدر الطالب من كلال الشكل اللي قدامه يحدد ان في دولة ايه? واحدة داوية. تمام. مركزية. وفي دول لا مركزية. لا مركزية. بيسموها دول اتحادية مركبة. مركبة. والدول الاتحادية المركبة دي هنقصب من كم نوع? اتنين. نوعين. دولة ايه? دول. فدرالية. واتحادات كون فدرالية. تمام. يوقع معنى كده ان انت هتركز في محاور تلاتة في الكلام عن الدول. يا اما وحدوية. يا اما فدرالية. يا اما كون فدرالية. تمام. من كلال الشكل ده انا اسأل سوالي وسزح. ايه واجه الشبه بين الفدرالية والكون فدرالية? ليهم علاقة انهم دول الاتحادية مركبة. جبتها من ايه يا ساحماد? من العنوان. من العنوان. يبقى انا الطالب اما يجي يجيب واجه الشبه ما يعودش يدور كتير. تمام. انت بتحطه كده على الطريق اللي يقدر من خلاله يستنتج واجه مين? واجه الشبه. ما انت عندك هو هو التقسيم ده كان ليه? تمام. كان على اساس ايه? ان الاتنين دول اتحادية دول مركبة. اما العلاقة بينهما دول اتحادية مركبة. صح. تمام. يبقى ازن هنا ياخد هنا واجه مين الشبه? من مين? من اللي هي الدول الايه? الاتحادية المركبة. اه. تمام. ده بالنسبة لمن? احنا عندنا وحدوية مركزية. نعم. اه بحب جيدا يعني ان الطالب يعرف العنوان فيقدر زي ما حضرتك حطيتها على العنوان سؤال دلوقتي. اه. عايزين نعرف ما معنا كلمة وحدوية ومركزية. مش. لان ده شرحه من حيس برضو التعريف موجود. نعم. ما تيجي تقول دولة ايه? دولة وحدوية. تمام. يبقى. شوف شو قولنا بترئيسة. دولة تتكون. واحدة. 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 مجلس نيابي. واحد. واحد. وده جي من كلمة وحدوية. عشان كده علك وحدوية. تمام. يبقى انت في اول حاجة في التعريف هتقول له كده اهو الدولة الوحدوية. ونتكلم بقى. نشوف هنقول له هنا ايه. اهو. تتكون من. حكومة. واحدة. ايه. واحدة. مجلس نيابي. واحد. واحد. طيب والسلطة المركزية اللي فيها اللي هي الحكومة. اه المركزية دي هي مصدر السلطات. اهو. تسيطر. على. على جميع السلطات. يعني تتركز فيها جميع السلطات في السلطة المركزية عشان كده قلنا. اه. مركزية. اه في المحافزات والاقاليم. والمحافزات والاقاليم دي هتستمد اوامرها من مين? من السلطة. تمام. اللي هي مركزية. يبقى عشان كده قال لك الدولة الوحدوية دولة ايه? مركزية. ليه بقى قالوا عليها كده? عشان بتستمد السلطات المحلية او الاقليمية كل قراراتها وسلطاتها من السلطة المركزية اللي موجودة في العاصر. تمام. وعشان كيف حتى بيسموها دولة بسيطة مش مركبة. تمام. تتكون من حكومة واحدة مجلس نيابي واحد والحكومة المركزية تسيطر على جميع اللي هي اللي هي السلطات المحلية في المحافظات والاقليم. والمحافظات والاقليم بتستمد اوامرها من السلطة المركزية. تمام. انا لما طبط الكلام ده لقيت ان مصر بما ان انا انسان مصري عايش في البلد يعني. حسيت ان مصر آآ ماشي فيها نفس الكلام ده. صح. مصر فعلا فيها مجلس نيابي واحد من مجلس الشعب. نعم. فيها حكومة واحدة. نعم. صفابة بولي والوزراء. نعم. وبعد كده لقيت انها جميع السلطات الاقاليم تستمد سلطانها وقراراتها من الحكومة المركزية. تمام. تمام. حط بقى سؤال على كده. يقول له مسلا ايه? اه في اي اه لأي الدول تنتمي بلدك مسلا الحبيب مصر. تمام. من حيث النظام السياسي والاي? والادارة. والادارة. ويجيب له مسلا دولة الوحدوية والدولة الفدرالية والدولة الايه? كونفدرالية. اللي هو الاتحاده كونفدرالية. وهو يختار بقى الطالب. وهنا الطالب يختار. تمام. هيختار هنا مين? الدولة الوحدوية. بقى هنا بقى انت ما جبتلوش المعلومة هون بشرة. تمام. انت بطلوا بالواقع. فعملت له عملية تطبيق. هي دي اسئلة التطبيق. استغسينك نكتب السؤال ده وقت برضو لابنائنا لان بحس ان هم عايزين نكتب السؤال ده ويكتبوه ورانا. لو ما زاوها اسئلة مهمة جدا. حتى اسئلة يا ولاد اللي هو اختار من بين اقواص فيها فكر. يعني ما بيجيش في الامتحان اسئلة اختار من الاقواص انك بتختار كده اختيار عشوائي. مسلا او اختيار من متعدد انك بتختار اختيار عشوائي لا لابد ان يكون العملية اه نتجع عن فهم اللي انا ممكن يجدي لك تشابهات في الاختيارات. بشكل كبير جدا يعني. الى اي الدول ينتمي بلدك الحبيب مسلا من حيثه النظام السياسي. والادارة. والادارة. ويوجد حتى تزول الاختيارات. اول حاجة مسلا يقول له ايه? فيدرالي. بعد كده يكون فيدرالي. وحدوي. تمام. مسلا لا مركزي. تمام. وهنا الطالب هنا ايه? عليه ان هو يفتر. يبدأ هنا يطبق. هو مصر فيها حكومة واحدة. تمام. الواحدة. تمام. يبقى الاختيار هنا الدولة الواحدة. نعم. وممكن برضو في الاختيارات نقول تستمد السلطة المحلية قراراتها من ونجيب له اختيارات. نعم. في الدول لازم تحديد الدولة. اه في الدولة المركزية. نعم. او في الدولة الواحدة او الواحدة. تستمد الحكومة المحلية قراراتها او السلطة المحلية قراراتها من ونجيب له اختيارات منها السلطة المركزية وهو هيكون ده الاختيار. نعم. تمام. طيب. اه ده نوعية من اه الاسئلة. احنا كده تكلمنا على الدولة الواحدة. نعم. حضرتك تقدر تطلع علينا نمازج للدولة الواحدة على خريطة اوروبا اللي كانت مع حضرتك? يمكن انا سألت حضرتك قبل ما انشير الخريطة قلت لك من الدول الواحدوية ايه? تمام. صح? انا عندي مين? فرنسا. فرنسا. اشمعنا دي اختارنا فرنسا لانه تعتبر فرنسا النموذج المثالي للدولة مين? الواحدوية. تبلي نموذج مثالي لانها تنطبق فيها. اه. جميع شروط الدولة الواحدوية. طيب ايه بقى شروط الدولة الواحدوية? ازا هل الدولة الواحدوية شروط او سمات? نعم. نعم. طيب. ايه بقى اسماتها? ايه خصائصها? ايه صفات الدولة مين? الدولة الوحدوية. عايزين نترجم ده في سؤال يا دكتور. خلينا نحط السؤال ونطبع على فرنسا. على فرنسا. اوكي? ويا خريطة موجود. تمام. نحط الاول السؤال عندنا هي سمات. نقول تتعدد سمات الدولة الوحدوية مسلا. الدولة الوحدوية. سيخ بقى اي سؤال على الجزئية دي. تمام. حط مسلا دلل تتعدد سمات الدولة مين? اللي هي الدولة الوحدوية. تمام. اه مسلا لماذا فرنسا نموذج المثالي للدولة الوحدوية? من وجهة نظرة قالتو عد فرنسا نموذج مثالي للدولة الوحدوية ولماذا? يعني انا يبدأ الطالب ايه? يحدد. هل الصين دولة وحدوية مثالية? تمام. يبدأ بقى يترجم الخصائص في صورة ايه? في صورة اسئلة متنوعة. تمام. اول حاجة من سمات الدولة الوحدوية تتميز بها في زحمة تجانس. السكان. السكان. نعم. ادي اول حاجة. طيب في بعض الاسادزة المحترمين بيربط ما بين تجانس السكان هنا. وان هذه الدولة الوحدية قريبة الشبه بالامة. هم. في هذا الوضع. اقرب الدول للامة. تمام. يعني لمفهوم الامة. لمفهوم الامة. نعم. من حيث تجانس السكان. نعم. لان في الامة السكان متشابهين في اللغة والعادات والتقليد. وهنا التجانس يعني برضو التشابه في تلك. اه. يعني المتجانس السكان تقول ايه? لغويا. ايه. دينيا. تمام. ثقافيا الى اخره. وده موجود في الامة. نعم. ايضا. رقم اتنين بتحتوي على ايه? على قلب. قلب تمام. او نواة. وهي مركز. لمين? الحصب. اه لكل الانشطة. اه. تمام. اللي ايه يقصد بها مين هنا? العصب. العصب. طيب برضو اخزا على هذا السؤال. يقال صح او خطأ فرنسا من الدول التي تعتمد على اكثر من نواة. هنا وفيها اه نواة رئيسية وهي باريس وهي العاصمة القديمة الاسسال هي مركز لجميع الانشطة في الدولة. تمام. بما انها دولة طبعا واحدة. وهي اذا بتعتمد على نواة واحدة. نعم. اللي هي العاصمة. نعم. زي ما حضرك قلت تحويق قلبا واحدا هو العاصمة. نعم. طيب. يعني اه برضو من السمات ايه تاني? التلاتة شو كبيرة الايه? المساح. المساح. لكن توجد دولة وحدوية كبيرة الايه? المساحة وهي الصين. ازا هي باستثناء الصين. طبعا عندها زي الدولة ليست كبيرة في المساحة باستثناء الصين. يبقى الافضل انها ما تكونش كبيرة في المساحة. تمام. حتى تستطيع الحكومة المركزية السيطرة على اطراف البلاد. باستثناء الصين. باستثناء الصين. يصغها بقى باي اسلوب المهم ان هو يصغها في النهاية. اقدر افهم منها ان هو الافضل انها ما تكونش كبيرة في الايه? في المساحة. ولكن في دول وحدوية كبيرة المساحة. مسل مين? مسل. مسلها. الصين. تمام. زي رقم اربعة. الافضل. الا توجد عوائق تفصل بين اجزاء مين? الدولة. يفضل ان ما يكونش في عوائق بتفصل بين اجزاء مين? الدولة. تمام. كونش في جبال. كونش في سحاري. كونش في سلام فيه بانهار او بحار تقدر تفصل بين اجزاء. ولكن توجد دولة وحدوية غير متصلة. غير مطرطة. يعني مجزئة ليمين. اليابان. ومعروف ان اليابان تبقى دولة عبارة عن مجموعة الجزر. فهي دولة بحرية مجزئة. تمام. نعم. يعني احنا نقدر نقول هنا مثلا في اخترمة بين الاخواص. من الدول النموذج للدولة الوحدوية. ونجيب فرنسا. ونجيب الصين ونجيب اليمان والطالب هنا هيقول التلاتة دي دول وحدوية. يبقى احنا كده وضعنا الطالب طالب يعني بيقول اه ده مأزق ازاي? ده هنا فيه غلط في السؤال. طب هل هو ارى السؤال كويس مسلا? اه. انت شوف حضرتك قلت ايه في الاول? حضرتك تفضلت وقلت ان ايه? النموذج. تمام. صح? تمام. مين بقى النموذج? فرنسا. فرنسا. يبقى هو هنا مش يقدر يختار الى مين? فرنسا. لان احنا لو سألنا مثلا وقلنا. حصين نموذجا مساليا للدولة الوحدوية. ما مصدقية هذه العبارة? ليست صديقة? ليست صديقة. ليه? لان الصين دولة وحدوية كبيرة الايه? المساحة. والمعلوم ان الدولة الوحدوية تتماس بانها ليست كبيرة المساحة. نعم. تمام. وكذلك الحال بالنسبة لليابن. نعم. انها دولة اه بها عوائق تفصل بينها مياه ومجزئة. وهذا ليس من ايه صفات الدولة الوحدوية. تمام. ازا تنطبق جميع شروط الدولة الوحدوية على اليابن. او تنطبق جميع شروط الدولة الوحدوية على الصين. تلك عبارات خاطئة. تمام. تمام كده. اخر جزئية فيها ان هي تتميز بكسافة سكان يمين عليها. يعني رقم خمسة تتميز بكسافة سكانية عادي. وهو النموذج المثالي هنقول مين بقى فرنسا. تمام. ده النموذج المثالي للدولة الوحدوية. نعم. يعني نعتبر احنا كده غطينا الجزء بتاع الدولة وبرضو بنشوف مع ابنائنا بعض الاسئلة اللي هاتبان قدامنا على الشاشة لمراجعة ما سبق يعني في الحلقة. عندنا مفهوم الدولة. عرف مفهوم الدولة. قدامنا هيبان على الشاشة دلوقتي مفهوم الدولة. وبنتكلم فيه على اه ان الدولة زي ما بنقول هي واحدة سياسية تشغل منطقة معينة من سطح الارض. تضم سكانا دائمين وتحكمها سلطة عليا زاد سيادة. تدير شونها الداخلية والخارجين. عندنا بعد كده شروط قيام او اركان الدولة. عندنا الارض والشعب او السكان والسلطة. دي اركان الدولة. بعد كده عندنا اه طبعا هنا يعني كل واحدة بنتكلم عليها خاصة السلطة مهمة جدا. لان احنا قلنا تدير شؤون البلاد. اهمية الحكومة على رأسها الحاكم بالنسبة للدولة. اه قلنا ان هي بتدير وتنظم شؤون البلاد وتشارع القوانين وتوفر الخدمات للشعب وتحفظ امن البلاد. بعد كده عندنا المفهوم الامة. وعرفنا مفهوم الامة جماعة من البشر. لها اصل عرق واحد تعيش على رقع من الارض. طرد بين افرادها وروابط مشتركة كالدين واللغة والعادات والتقاليد والتراس. وقد توجد الامة يعني في المعلومات الاسرائية في الكتاب ان الامة قد توجد في عدة دول زي الامة العربية وقد توجد امة في دولة مثل بولندا. اوجه الشبه والاختلاف بين الامة والدولة. دي المقارنة المهمة اولاد بعد مقارنة الجغرافية الجبلوتيك. عندنا مقارنة تانية اهي في الواحدة الاولى. شبه بين الامة والدولة. كلا هما يتكون من ارض وشعر. اذا مع ناصر التكوين هنا ايه? واحدة. اما الاختلاف فانه لا تتطلب اه الدول الامة وجود سلطة. بينما تمثل السلطة ركن اساسي بالنسبة للدولة. العادات والتقاليد المشتركة ضرورية في الامة. بينما تتعدد العادات والتقاليد واللغات احيانا داخل الدولة. مثل سويسرا اللي بيها الايطالية والالمانية والفرنسية والرومانشية. طيب بعد كده عندنا اه بنقسم الدول اه وفقا لنظام الحكم من الحيث زي ما قلنا النظام السياسي والاداري الدولة الوحدة والمركزية والدولة الاتحادية المركبة والدولة الاتحادية المركبة دي اللي بتنقسم الى فيدرالية وكون فيدرالية. طيب بالنسبة للدولة الوحدة المركزية ودي اللي كان بيدور حادثنا النهاردة عليها. قلنا بتوجد فيها دولة واحدة ومجلس نيابي واحدة تسيطر فيها الحكومة المركزية على جميع السلطات في الدولة. اه طبعا الدولة الاتحادية احنا لسه اه نتكلم عليها مع دكتور اشرف. بس احنا عايزين اه يعني لو فيه خريطة عندنا نوضح عليها بعض الدول اه اللي هي الوحدوية العملاقة والمجزة اللي احنا خدناهم زي اليابان مسلا. اه اه ازا كانت اه موجودة عندنا. ممكن نطبقها على خريطة العالم. ممكن نطبقها. اه كان عندك خريطة العالم على على اللاب عندك. اه. طيب. خلاص احنا ناخد برضو صفات الدولة الوحدوية. اه. وبعد كده نجيب اه خريطة نتكلم فيها على الجزئية دي. طيب. صفات الدولة الوحدوية عندنا. اه تجنس السكان ارقيا ودينيا وثقافيا. اه اتنين تحوي قلبا واحدا. ونواة واحدة هي العاصمة. تتركز بها انشطة اه الدولة. نمت حولها الدولة. تلاتة في الغالب هي ليست ضخمة او املاقة باستثناء طبعا باستثناء الصين. ايضا تتماز باندماج شكلها وقلة وجود العوائق الطبيعية باستثناء اليابان. وطبعا اليابان دي دولة اه موحدة او وحدوية مجزئة. تتماز بالكسافة السكانية العالية اللي توجد بها مناطق يعني اه واسعة خالية من اه السكان. اه عايزين برضو دكتور اشرف يوضح لنا على الخريطة نمازج لبعض الدول اه الوحدوية. سواء في افريقيا او الدول الوحدوية الاخرى اللي موجودة مسلا اه في العالم عندنا الصين وحدوية عملاقة. عندنا اليابان وحدوية مجزئة. زي ما شفنا النموذج وهو الفرنسا. ده نموذج للدولة الوحدوية. النموذجية. يتمثل فيها يعني جميع شروط الدولة الوحدوية. ناخد افريقيا. تمام. ونطبع عليها الحاجات المهمة اللي فيها كدولة وحدوية الوحدوية وناخد اسيا وبعد كده نتكلم عن اوروبا. وكان مسلا عن امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية. تمام. ناخد في افريقيا الاول مصر. تمام. اذا مصر دولة. نموذج للدولة مين? الوحدوية. الوحدوية. تمام. ايه معظم الدول العربية تقريبا دول وحدوية. احسنت. تمام. لو قلت ليبيا. برضو وحدوية. تونس. دول وحدوية مركزين. مورتانيا. تمام. كل دي دول ايه? دول واحدوية. واحدوية. تمام. يمكن نستثني الامارات. تمام. الامارات العربية المتحدة. المتحدة. نعم. ده بالنسبة لمين? بالنسبة ليه? الدول الوحدوية. مسلا في قاطع افريقيا. تعالى مسلا ناخد في قرة اسيا. احنا خدنا المسال وده بقى الطالب مطالب بيها هنا. ليه مين? الصين. الصين. دولة واحدوية. عملاقة. اه عملاقة. كبيرة المساحة. تمام. فازن هنا الصين دولة واحدوية كبيرة اللي ايه? المساحة. وهي الصين. قدامها على طول تروح قدامها الناحية التانية تلاقي مين? دولة واحدوية. تمام. اه بس هنا بقى واحدوية ايه? مجزعة. عبارة عن ايه? آآ جزر. تمام. وسط المياه فأصبح هنا ما هياش دولة متربطة. لأ. ده دولة عبارة عن ايه? آآ جزر وسط المياه. مش اقصد متربطة. انا مش متربطة يعني من ناحية ارقية او او. لا لا انا اصد هنا غير متصلة. اه غير متصلة ارضية. هناك عوائق. نعم. تمام. طيب. ده كده. ومن شروط الدولة الوحدوية الا توجد بها عوائق. اه الافضل. الافضل. اه يفضل يعني. لكن في دول وحدوية فيها ايه زي اليابان في دول وحدوية توجد بها عوائق او توجد اجزاء تفسير. طيب ده كده خدنا الصين وخدنا مين? خدنا اليابان. تمام. تيجي دولة وحدوية. اه اتلاقي في فرنسا. تمام. فرنسا. دولة ايه وحدوية. هولندا برضو تقريبا نفس الكلام. تمام. ازا هنا اه بلجيكا وفرنسا تحديدا. يعني اوال نموزك ده تعريبا منتشر في جماعة. اه. ولذلك تلاقي ان السائد على خريطة العالم السياسية. الدول الوحدوية. هي الدول الوحدوية. تمام. لكن هناك بقى دول اخرى لا بيسموها دول مين? اللي هي الاتحادية. اللي هي الفيدرالية وكون فدرالية. تلاقي الفيدرالية اكتر. تمام. من الكون فدرالية. يبقى تلاقيك كتير قوي مين? الوحدوية. بعد كده. الفيدرالية. بعد كده. الكون فدرالية. لان ده مش منتشر كتير. اه. تمام. لان الكون فدرالي تحديدا اتحاد دول. مع بعض. اه. بعكس الفيدرالي بيكون اتحاد ولايات. ولايات. تمام. يمكن فرق جوهار ما بينه. عشان بس بعض الناس يقولك ايه. هو يعني ايه فدرالي ويعني ايه كومفدرالي. الاتحاد الفدرالي هو مجموعة من الايه? من الولايات بالتحد. دولة مقصمة لعدة وحدات إدارية. ولايات. اه. ولايات محافظات. مقاطعات. تمام. لكل واحدة منها نعمل الاستقلال مين? الزاتي. مع هذا النواحي السيادية. تمام. المالية الدفاع الاعلام السياسة الخارجية الى اخره. تمام. نعم. اما الكومفدرالية فالاقل انتشارا على خريطة العالم. العالم. نعم. تمام. طب عايزين نختتم اه يعني الحلقة باسئلة لابنائنا. يعني بنعمل لهم زي التدريب كده على بعض الاسئلة. طيب. هناخد خلينا ناخد واجه الشرح والاختلاف للسؤال اللي قلنا قولهم. تمام. هم. دلل يوجد اوجه شرح واوجه واختلاف بين الدولة والامة هدي اول سوئي. ممكن ناخد سؤال تاني. يعني بما تفسر يطلق مفهوم الامة على العرب مثلا. او ما مدى مصدقية زي ما اللي تقوله حضرتك بقى. خلينا ناخد ماء مدى مصدقية هذه العبارة. يطلق مفهوم الامة على العرب. يطلق المفهوم المفهوم الامة على الشعب العربي. او على الشعب العربي. مش. يطلق مفهوم الامة على الشعب الايه? اه على الشعب العربي. نعم. تمام. مسلا نقول له كمان دلل عند دلل ممكن اقول له تتعدد سمات سمات الدولة الوحدة وايه? تمام. ممكن نقول له اختار بين الاقواص برضو. اه بقى غير الورقة دي. تمام اختار بين الاقواص. اهم الاختلافات بين الدولة. اختار بين الاقواص. الارض. الارض. السلطة. اختار بين الدولة. اختار بين الدولة والامة. 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 اخت السلطة السكان السكان المساح المساح يعني احنا كده نعتبر يعني اوجازنا لابنائنا باختصار شديد تدريب كويس اوي على ما درس في حلقة اليوم عن الامة وعن الدولة وهو الدرس الاول في الواحدة الاول هنستكمل في الحلقة القادمة الفيدرالية والكون فيدرالية نشكر في نهاية الحلقة دكتور اشرف عبد المنعم خبير المناهي المنزلات التعليم شكرا يا فاند انا اشكرك فاند بنشكر قصة القناة ونشكر ابنائنا الطلاب على تواصلهم من دائم معنا ان شاء الله عدنا العزاء ان شاء الله نلقاكم على خير في حلقات قادمة مع مدرسة الهواء والجغرافية السياسية للقاء في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة